موسيقى مرحبا لمزاج اليوم بورتري لجمعية أبعاد فين تاكسي عفيف مجموعة من المصورين الفوتوغرافيين وتجمع مدني من بعد تجارب مع عدد من الجمعيات المدنية أسست غيضة عناني أبعاد الهدف الأول لهالمؤسسة هو تحقيق المساوات بين الجنسين وكان إلى حملات دعائية كبيرة منهم ضرب الحبيب معيب بمقاربة بتختلف عن باقي الجمعيات اللي بتعنا بهالموضوع مع غيضة طموح أنه بعد كم سنة ما تكون الجمعية موجودة على أمل أنه تكون الأهداف تحقايت نتعرف على أهداف أبعاد بهالترير تحقيق المساوات بين الجمعيات المتحدة هي في المشاكل إلى أبعاد يعني اليوم أي مشكلة معينة ما إلى نتيجة وحدة أو أثارة من نتيجة وحدة من هنا أيضا معالجة المشاكل أو الحلول كمان إلى أبعاد معينة يعني بمحل أنت بحاجة أنك تشتغل على أكثر من المستوى وعلى أكثر من السيستان لا تقدر تكون عند حقيق التغيير اللي أنت بدكي ففلسفة أبعاد هي قائمة على فعلا أنك تشتغل وتمهد الطريق لتعمل هذا التغيير على كل المستويات على السياسات الاجتماعية على مستوى القوانين على مستوى الأسر على مستوى الشخص بحد ذاته وعلى مستوى الأطفال فمن هنا كل شغلنا هو متمحور على أكثر من بعض وعلى أكثر من المستوى إذا اليوم نحنا عجب بدنا ندعي ونقول أنه أي تغيير ممكن يحقق أبعاد هي مؤسسة مدنية غير طائفية وغير سياسية وغير مبحية وهدفها أحقاق المساويات النوع الاجتماعي والمساويات بين الجنسين للي هي شرط أساسي من الشروط التنية على مختلف أبعادها وهذا الشي من حققه عبر حماية وتمكين لفئات للي هي مهمشة سيامة وغير مكونة من مجموعة من موارب ديناميكية كل الملتزمين بأضايا حقوق الإنسان وبأضايا إنهاء تمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي جاهزين شباب إي جاهزين بدنا نفرجيها كيف بيكونوا رجال تأسسنا بحزيرة عام 2011 صنة الماضي أسس المؤسسة كمان مجموعة من الخبراء من محاميات وأخصائين بالعمل الاجتماعي وكان بهدف أنه نحن ندخل مقاربة النوع الاجتماعي أو عدفة الجنزر بعملنا لمناحظة التمييز والعنف الموجود في المجتمعنا الليبناني نحن من الوقت مقديمة نحن أبعاد تظلنا عدة استراتيجيات بالعمل متنحورة بشكل أساسي حول النقاية الأولية لأنه هي أحد تدخلات الصحة العامة بالتعاطي مع الإشكاليات التي هي موجودة بالمجتمع ففي حيث كبير من النشاطات أمنا فيها تطوير أدوات وموارد ريسوس إن كانت تثقفية للأطفال على مفاهيم النوع الاجتماعي اشتغلنا على بعض حملات بناء الوعي المجتمعي أو بناء الرأي حول موضوع التمييز وموضوع العنف أبعاد بتاكس أبعادي أنا بتاكس أبعاد المجتمع التغيير كان بالنسبة لأيلي مستحيل أو بالأحرى كان صعب بس مش مستحيل يعني هون عم تصير عم لاقي مش مستحيل عم تتغير شوي نظرته للمجتمع خصوصا بمترح لما نلاقي هلقدة فيه السيستم راكب بطريقة قوية كيف فينا نخروق بهيدا المترح بحس إنه الخرق صار ممكن بيجاوب على كتير من الأضايا اللي بأمن فيهم على التزاماتي بالحياة على التزاماتي بالأضايا اللي بتمثني أنا كشخص كأمرئة بهيدا المجتمع وبتمثني كمواطنة كمان بهيدا البلد بتمثني كصبيي كفاهم من هيدا الشباب يلي عنده كتير طموحات وعنده كتير حلم بالتغيير يمكن من وقت تأسيسنا لليوم خلينا على الأقل أن يقول أن الناس كثير عم تتلقى بإيجابية المقاربة اللي عم تجارب أبعاد اليوم تضيفة على الحراكة المجتمعية اللي هو موجود إن كان من الأشخاص اللي حابين يدعم المؤسسة يدعموها من ناحية تقنية ولا من ناحية مادية إن كان من طلبات التطوع اللي نحن موجودة عنا إن كان صفحة الفيسبوك يعني واليوم التواصل الاجتماعي اللي هو صار أساسي وجزء من الوسائل الإعلامية فانتفاعوا مع الأنشطة والمشاريع والحملات والصفحات وحتى برنامج التطوع اللي نحن استحدثنا مؤخرا فيه تجاوب كتير كبير خلينا يقول ولكن التأثير الشي اللي نحن عم نجدل حلق العمل عن المجتمع هذا الشي ما حنقدر نشوفه إلا يمكن بعد عدد سنوات لن تغير وياخد وقت ولكن عم نلاقي هالكرة بالسلج فعلا عم تبرو بيتوجه إيجابي لنحن بطايا ضرب الحبيب معيب